مدارس تعليم السياق مطالبة بداية من سنة 2024 التقييد بشروط جديدة من أجل مزاولة نشاطها جاء هذا في تعليمة وجهتها وزارة النقل لممارس هذه المهنة أصحاب مدارس تعليم السياق أبدوا بعض التحفظات بخصوص الشروط التي أقرتها الوزارة الوصية خصوصا فيما يتعلق بإلزامهم بمركبات جديدة رغم أن العملية تدخل في إطار تنظيم نشاطها من الإشكال ما عليش نبدلون أشكو الدولة أعطيت لي النشري ما أعطيت ليش هذه واحدة ثانيا الكرارز قارهم 200-300 مليون وإحنا الخدمة ما كاش ما كاش الخدمة قاعد الخدمة ديجا أكثر من 15% لغلقتها هذا 2023 التعليمة الجديدة لوزارة النقل وبحسب الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة سيضع مسير العشرات منها على المحك ويهددها بالغلق في حال عدم تعديل أو التراجع عن القرار